ألعاب تنشط الذاكرة لكنها تضعف البصر ومع ذلك يبقى محمد وعبدالله مشدودان إلى ألعاب الكمبيوتر التي ترفه عنهم في أوقات فراغهم وتنمي قدراتهم العقلية باليوم أنا ألعب الكمبيوتر فاسعات ألعب أكثر في الإجازة في الكمبيوتر أحب الفيديو لأنه فيه وقت شيء حلو في الفيديو مثل فيه إنترنت عادي تلعب في الإنترنت مثل Y8 وكل شيء وبقدر ما يكون التركيز عاليا بقدر ما تبدو حركة العينين سريعة ما يزد من فرص إجهاد البصر الإنجليزي بيسموها computer vision syndrome الآن إذا نحاول أن نترجمها للعربي متلازمة تأثير الكمبيوتر على النظر هلأ مثل ما قلنا بيصير بيحس الواحد بتضل عينه حمره كل الوقت بيصير بيحس حاله مثل كأنه فيه تقل بالجفن بيصير فيه تهيج بالعين ما بيكون مرتاحة ممكن يتعرض لالتهبات ممكن يصير فيه صداع كل الوقت يحس بصداع حتى ممكن بالنسبة للأشخاص أو الأطفال اللي بيضلوا كتير وقت على الكمبيوتر يحسوا بازدواجية بالرؤية ممكن يخف عندهم البصر بس من مجرد حدة الرؤية تخف بس من مجرد لعب الكمبيوتر إصابة الأطفال الذين يقضون وقتا طويلا أمام شاشات الكمبيوتر بضعف النظر يترتبوا عن سوء استخدام الألعاب وبشكل مفرط كما يزداد هذا في أيام الإجازات الصيفية الأطفال بيصيروا بيسهروا بيسهروا كتير بالليل وهذا بيودي لعدم انتظام نومهم بقى إذا الولد منام كفاية بيصير تاني يوم فاية من الأساس منه حاضر لا يشوفه بيرجع بيعلق بحلقة مفرغة وبالنسبة للولاد كمان يعني بيزيد استخدامهم للكمبيوتر أو لها اللعبات خصوصا بالصيفية بالإجازة الصيفية هني بيعتبروا أنه هيدا الإجازة عم بيظهروا من جو الدراسي وبين الفائدة والضرر تنطوي ألعاب الكمبيوتر اليوم أكثر من أي وقت مضى لسيما مع الطفرة في متجات سوق تكنولوجيا تنطوي على كثير من الحرص لدى أولياء الأمور حتى لا يجنوا من التطور العلمي تحصيلا دراسيا متراجعا مصطفى سكحال اليوم على الحرة دبي